بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الضالين تكلمنا في درس سابق عن الهجرة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ من العمر 12 سنة واليوم سنتكلم عن ما اصطرح عليه عند علماء السير بالهجرة الثانية ولهاته الهجرة سبب غير مجرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في مكة امرأة شريفة النسب ولها من المال الشيء العظيم حتى أنها كانت على عادة العرب وعلى عادة قريش تستعمل تجارتها في الهجرة أو تستعمل التجارة والكسب في الهجرة من مكة إلى الشام وكان مالها وقيمة ما تتاجر فيه يبلغ كما ذكر بعض أهل السير قيمة ما يتاجر به أهل قريش جميعا مجتمعون ولهذا فكانت دائما تبحث وتشتهد في أن تجد الرجل الأمين الذي لا يأكل مالها ولا يغبطها حقها فحينما علمت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا بصدقه وأمانته اقترحت عليه في أن يتاجر لها ببعض مالها وعلى عادتها لأن الذين أو التجار الذين كانوا يتاجرون لها كانت لا تثق فيهم ثقة مطلقة فكانت ترسل مع كل واحد منهم غلاما لها لينظر حال الشخص ومدى الربح وغيرها فأرسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم غلامها والذي كان يسمى بميصرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرس الثانية إلى الشام مع ميصرة ليتاجر في مال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وكانت تبلغ من السن حينها أربعين سنة أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يبلغ من السن خمسة وعشرين سنة وهما في الطريق فإذا بهم يصلان أو يصلون مع جمع القافلة إلى الدير التي سبق وأن ذكرناها من قبل ولكن حينها كان بحيرة الراهب قد مات فكان راهبا آخر لاحظ أمرا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن بالإضافة إلى أن الغمامة تضله رآه ولاحظ عليه بأنه جلس إلى موضع شجرة وحينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل هذه الشجرة فإذا بغصن من أغصانها يضله وهذه الشجرة لها ميزة خاصة لا يعلمها إلا هذا الراهب فحينما رأى هذا الراهب ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ميصر وأخذ يسأله أسئلة ملفتة للانتباه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه ومتى ولد وماذا يفعل وغيرها من الأسئلة التي جعلت ميصر ينتبه بأن الأمر فيه إنه فقال له لما تسأل فقال لأن هذا الرجل جلس أو استظل تحت شجرة لا يجلس تحتها إلا نبي لا يجلس تحتها إلا نبي فكانت هذه إشارة أخرى إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عند هؤلاء ويعرفونه بصيفاته التي ذكر بها ويتاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المرة لم تكن تجارة خديجة كسائر المرات فحينما هاجر إلى الشام باع البضاعة ثم اشترى بضاعة أخرى وحينما رجع إلى مكة باع هذه البضاعة مرة أخرى إلى أهل مكة فتضاعف الربح تضاعف الربح بشكل ملفت للانتباه وحينما عاد سألت أمنا خديجة غلامها ميصرة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الذكر وزادها ما حدث له من كرامات ومن معجزات ومن إرهاصات التي تدل على مكانته وعلى تميزه عن سائر أو على سائر الناس الآخرين فحينها تمنت أن يكون زوجا لها ولكن أمنا خديجة تزوجت من قبل زوجين أو رجلين اثنين وكان آخرهما توفى في حرب الفجار التي سبق وأن ذكرناها فقامت بمناقشة الأمر مع صديقة لها كانت تسمى بنفيسة فحينما كلمت النفيسة على محمد صلى الله عليه وسلم قالت لها لماذا لا تدعيني أذهب وأناقش معه هذا الأمر فذهبت النفيسة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أول ما لا تتزوج فاشتك لها حالة وأن مشكلته في الفقر وغيرها فقالت له أولى أدلك على الجمال والمال والنسب والشرف أمنا خديجة كان كفار قريش يأتونها والخطاب يأتونها كل يوم ولكنها زهدت في الزواج بالإضافة إلى أن كل المقبلين عليها يريدون بغية وهدفا لم تكن ترتضيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن لها بي يعني كان يعتبرها بأنها صعبة المنال فقالت له أنا لك بها ثم ذهبت وأخبرتها فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم مع من عمها ورق بن نوفل أو ابن عمها ورق بن نوفل وقيل من أبيها وكان من خطبها له هو حمزة بن عبدي المطلب لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وفائه وشدة حبه لأمنا خديجة كان يشتري الشات سبحان الله يشتري الشات هكذا يذبحها ثم يهديها لم يكن يهديها للفقرة ولا للمساكين ولا لفلان ولا علان ولكن يعني سبحان الله شوفوا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحب من أحب فكل من أحب أمنا خديجة كان حبيبا مقرب للرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقطع هذه الشات أقساما ويوزعها على صويحبات وصديقات أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولهذا كانت أمنا عائشة كما قلت تغار عليها غيرة لا نظيرة لها حتى وصل بها الحال أن قالت له أو لم يخلق مثلها من نساء العالمين في الأرض أبدا حتى أنه مرت مرة قالت له كلام أغضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وما هي إلا عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها يعني تقصد نفسها وش تكون هذه خديجة ماتت ودفنت وأبدلك الله خيرا منها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما أبدالني الله خيرا منها صدقتني حينما كفر بالناس ووقفت معي حينما كذبني حينما كفر بالناس وصدقتني حينما كذبني الناس وأعطتني حينما حرمني الناس ورزقت منها الولد دون غيرها من النساء لأن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا جميعا إلا إبراهيم من ماريا القبطية وأما الآخرين سواء كانوا ذكورا أو إناثا فإنهم كانوا من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها هذا هو النموذج الذي يجب أن نحتذي به وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الدرس السابق ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة التي تكون في الغالب الأعم إما لجمال أو مال أو منصب ولكن إن زالت هذه المعان رجل يتزوج إمرأة لأجل جمالها لكن هذا الجمال لا يدوم فماذا يبقى؟ يبقى المعنى الثاني الذي جعله الله عز وجل وهو الرحمة لا بد أن يكون أو أن تكون معاشرة الرجل لزوجته مبنية على هاتين العنصرين وهي الرحمة أو المودة أولا ثم الرحمة فإن فقد أحدهما فلا يفقد الثاني وقد شرحنا هذا في أسرار واحد بما يفي الغرض إن شاء الله عز وجل ثم ها هنا إشارة جميلة وهي أنه يستحسن في من أراد أو في من رأت في رجل خير أن تخطبه لنفسها على أن لا يصير هذا الأمر سببا لشيوع الفاحشة أو انتشار المنكر والعياذ بالله فالرسول صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة رأت فيه الصلاح ورأت فيه الصدق ورأت فيه الأمانة ورأت فيه الأخلاق الطيبة فبعثت بجاريتها أو بصديقتها نفيسة فخطبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها وليس بالعيب أن يخطب الرجل كما خطب شعيب خطب شعيب ابنته لموسى عليه السلام فهذا ليس بعيب ولهذا فقد جاء الأثر على أنه من سعى في تزويج إثنين أن يربط هذا بهاته أو ذاك بتلك فكانت له بكل خطوة يخطوها وبكل كلمة يقولها كمثل من صام سنة كاملة وقام سنة كاملة حتى نحيي هذه المعان ليجتمع شباب وشابات المسلمين في الحلال ونجعل الفيصل أمام وقوع هذه الكوارث من فواحش للأسف الشديد نتيجة لظروف عدة ليس هذا هو محلها ولكن ما نصنبطه ومن أصرار هذه الحادثة ما ذكرناه قبل قليل أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين